أساليب تنمية المواطنة حقيقة للمملكة العربية السعودية أو إلى أي وطن إنما هي تبدأ أولا من الكيان الأسري الذي ينمي لدى الطفل منذ الولادة حقيقة هذا الشعور والاعتزاز والفخر بالانتماء إلى الكيان فهي تبدأ من الوالدين حقيقة والكيان الأسري هو أول كيان يحتضن هذا الطفل سواء من خلال المقتنيات التي تقتنيها الأسرة مثل صور ولاة الأمر مثل خريطة المملكة العربية السعودية أو حتى راية المملكة العربية السعودية راية لا إله إلا الله أو حتى بعض المجسمات لكثير من الآثار التي تزخر بها المملكة العربية السعودية وتكون متوافرة أيضا في المنزل فهذه تشعر الأطفل بأن هناك حقيقة كيان ينتمي إليه هذا الكيان يزخر بالعديد من الأشياء التي يمكن الانتماء إليها في الوالدين يمكن فعلا أن ينموا هذا الانتماء ثم ينتقل ذلك إلى التعليم بطبيعة الحال باعتبار أن التعليم مؤسسة تعليمية رسمية لا بد أن يكون من أدوارها حقيقة نشر الفخر والاعتزاز بالكيان وبالقيم السائدة في المجتمع ونقل تراث الآباء والأجداد وأيضا التطلع نحو المستقبل والانفتاح على العالم الآخر هذه كلها من أساليب الانتماء أيضا حتى في السلوك الذي يمكن أن يسلكه المعلمون داخل المدرسة بحيث أن يكون النموذج يحتذى بالنسبة للطلاب والطالبات في مسألة الشعور بالانتماء من خلال الاهتمام بالمدرسة من خلال الحرص على الأنظمة والقوانين في البلد من خلال العمل على بعض الأنشطة التي تعزز هذا الانتماء وسواء مسرحيات أو دروس أو محاضرات أو أنشطة لا صفية يمكن أن تدعم هذا الانتماء ثم بعد ذلك ننتقل إلى دور الإعلام حقيقة في عرض المنجزات التي تحققت على أرض المملكة العربية السعودية وأيضا الإشادة بولاة الأمر والعلماء والمثقفين والمفكرين الذين يمكن حقا أن يشكلوا نواة لأن يكونوا قدوات للناس في المجتمع إذن دور التعليم ضروري ودور الإعلام أيضا ضروري جدا في عرض المنجزات الوطنية التي تحققت خلال السنوات بما يشعر المواطن بالفخر والاعتزاز وبما يشعره بأن بلده حقيقة يقوم على خدمته ورعايته في كافة المجالات ويقدم له الخدمات العديدة اشتركوا في القناة